عاجل من دير القديس سمعان الخراز بالمؤطم يرفع أقباط المؤطم ومنطقة الزرائب بالقاهرة صلوات حرة لأجل أبينا الحبيب القمس سمعان إبراهيم كهندير القديس سمعان الخراز بالمؤطم وذلك بعد تظهر حلته الصحية حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تراجع نسبة الأكسوجين بالجسم وقد طالب أبونا القمس بطرس رجدي كهندير القديس سمعان الخراز بالمؤطم الجميع بالصلاة لأجل أبونا القمس سمعان إبراهيم مؤسس الدير وأكد أن أبونا القمس سمعان حتى الآن يخضع للعلاج تحت جهاز التنفس الصناعي وإنما نشر عن وفاته غير صحيح وقد ناشد القمس بطرس رجدي الجميع التوقف عن نشر الشائعات حول صحة أبونا القمس سمعان مشيرا إلى أن الكنيسة سوف تعلن بشكل رسمي في حالة حدوث أي متغيرات عن الوضع الحالي ومن الجدير بالذكر أن أبونا القمس سمعان إبراهيم هو راعي ومؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمؤطم وهو محبوب من الجميع وهو من موليد 5 ديسمبر 1941 وكان اسمه قبل الرسامة الأستاذ فرحات إبراهيم ويذكر أبونا سمعان أن بداية خدمته في المؤطم كانت عن طريق رجل اسمه عم إديس عجيب وهو أحد الزبالين من حي شبرة تقابل مع الأستاذ فرحات وكلمه الأستاذ فرحات عن الحياة مع المسيح والتمتع بمحبته وبنعمته وأحب عم إديس أن يستمع إلى الأستاذ فرحات مرة أخرى وألح عليه لزيارته في منطقة الزبالين بجبل المؤطم حتى يستمع إليه هو وغيره من الزبالين وظل عم إديس يقرر دعوته للأستاذ فرحات لمدة سنتين منذ عام 1972 وحتى فبراير 1974 حتى استجاب الأستاذ فرحات للدعوة وسأل عم إديس عن كيفية الوصول إلى هذه المنطقة النائية فشرح له الطريق وكيفية الوصول إلى المنطقة فدل عم إديس على نمرة الأوتوبيس اللي بيصل لصفح المؤطم وبعد كده هينتظروا في نهاية الخط ليصحبوا إلى منطقة الزرائب وعندما وصل الأستاذ فرحات إلى هذه المنطقة شاهد عربات الزبالين في نشاط مثل خلية من النحل عربيات صعدة وعربيات نزلة وعدد كبير من الرجال والسيدات والأطفال والبنات والولاد يعملون معهم وظل الأستاذ فرحات يذهب إلى هذه المنطقة لمدة ثلاث أسابيع ويصلي ويسأل الله في صلاته يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وفي الأسبوع الثالث جاء الرد الإلهي عندما صعد الأستاذ فرحات للصلاة وفي أثناء الصلاة هاجت عاصفة فتطايرت أوراء الزبالة وبعد أن هدأت العاصفة أمسك أحد المصلين بورقة صغيرة جاءت عند رجله أعطاها للأستاذ فرحات ليقرأها وكان مكتوب بها لا تخف بل تكلم ولا تسكت لإني أنا معك ولا يقع بك أحد لأذيك لإني لي شعبا كثيرا في هذه المدينة سفر أعمال الرسل 18 وعندما وصل الخبر لقداسة البابا أمبا شنود الثالث قال إنها ليست ورقة إنما هي فرامان سماوي ومن هذا التاريخ بدأت رحلة الخدمة في هذه المنطقة فتم بناء كنيسة من الصاج سقفها من البوس مثل باقي مباني المنطقة واستمرت الخدمة حتى تم توسيع المكان واستبدال الصاج بالتوب ثم بعد ذلك بالأسمنت المسلح واستمر العمل حتى قام المتنيح قداسة البابا شنود الثالث في 14 يناير 1978 برسامة الأستاذ فرحات إبراهيم قصة لهذه الكنيسة باسم القص سمعان إبراهيم وابتدى أبونا سمعان يصلي ويعز الناس في الكنيسة في المنطقة كلها وكان رب المجد يسوع بيعمل معجزات كثيرة والآن يشمل دير القديسة معان الخراز عدة كنائس داخل مغارات الجبل بتشيل 5000 شخص كما يضم مستشفى ودار حضانة ووحدة خدمة اجتماعية ومركز تدريب مهني وكلها خدمة لأهل المنطقة دون تمييز من حيث الدين وبلا مقابل موسيقى